النهاردة هنعمل جبنة جودة او جبنة فلمانك استكمالا للوصفات المدارس عملنا مع بعض اللانجون والحلاوة الطحنية ونوتلا الحلاوة وزبدة اللودس والعيش الفينو تعالوا بقى نعمل الجبنة الخطيرة دي طعمها وقوامها ولونها زي الجبنة الجهزة بالضبط هتحسوا بجد انها جبنة حقيقية بصوا عاملة ازاي لما سعرها يوصل من 300 ل 400 جنيه واحنا نقدر نعملها في البيت من كيلو لبن واحد بس يبقى احنا لازم نجرب الوصفة الخطيرة دي بس قبل المبدأ انا اسمي ايمان لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل فيديوهات الجديدة وشيروا لايك لو الوصفة عجبتكم يلا نبدأ اول حاجة هنجيب كيلو لبن كامل للدسم من عند اللبان يعني مش حينفع اللبن المعلب ارفعه على نار متوسطة لمدة 10 دقيق لحد ما اللبن يسخن ويوصل للمرحلة اللي قبل الغليان هحط عليه لمونة بس هضيفها نص واحدة في النص التاني لو اللبن مقطعش وممكن كمان نستخدم خل بدل اللمون حوالي 3-4 معالي نضيفهم واحدة واحدة لحد ما يقطع معايا ويبقى بالشكل ده هطفي نار على طول وحسيبه كده لحد ما يبرد شوية هحضر بولة كبيرة وحط عليها مصفة او ممكن كمان نحط عليها قطعة قماش نضيفة تكون مخصصة للمطبخة هنزل بقى فيها الجبنة وحبدأ اصفيها كويس جدا المصل او الشرش ده انا مش حرميه هحطه في كيس وحدخله على الفريزر لما يبرد خالص ونقدر نعمل بيه معجنات حلوة جدا استنوها فيديوهات جاية ان شاء الله هسيب الجبنة بقى 3-4 ساعات لحد ما تتصفة وتنزل كل الشرش او مصل اللبن الزيادة اللي فيها ودي المصلة هو شلته في كيس وحدخله بقى على الفريزر والجبنة كده تمام صفت كل اللي فيها وبقت جمد زي ما انتو شايفينها كده هركينها بقى على جمب وحضر في بولة نظيفة معلقة ميا من الحنفية عادية جدا وحط عليها نصف معلقة صغيرة ملح لامون ملح نصف معلقة صغيرة ممسوحة ملح لامون وحضر مع بعض كويس جدا لحد ما الملح يختفي وترجع الميا صافية زي ما كانت اول ما الميا تبقى صافية كده هحط عليها نصف معلقة صغيرة بيكينج سودا او كاربوناتو وقلبهم كويس اول ما بندفها بتعمل فوران كده نقدر نقلبها لحد ما الفوران دين يختفي تماما وبردو الميا ترجع صافية تجي هحضر بقى الكبه وحط فيها الجبنة بصو ازاي متماسكة وبقى نشفة ما فيهاش اي سويل وهحط عليها معلقة صغيرة ممسوحة من الملح والملح نسبي يعني ممكن نقلل شوية لو حبيه ومعلقة زبدة كبيرة بس تكون الزبدة لينة وهحط عليها كمان خليط الميا اللي احنا عملناه وحطحانهم مع بعض في الكبه ولو ما مشاش معاكل خليط قوي ممكن نحط عليه معلقة واحدة بس من الحليب او من مصل اللبن الخليط بيبقى متماسك شوية لاني لو زودنا لبن هتتحول لجبنا كريم هحط بقى رشة بسيطة كده من الكوركم علشان تدي لون دي اختياري وطعمها ما بيبانش بتدي لون حلو بس ممكن تستغنوا عنها انا كان مفروض احطها معا خليط الميا من الاول بس انا نسيتها فحطتها في الاخر وخلطت المكونات مع بعض وبعدين نقلتهم على توصى على نار هادية زي الشبعة وافضل قدامها كده اقلب باستمرار هتلاقوا ان الخليط الاول ابتدأ يتقل معاكو وبعدين هيبدأ يفك لحد ما يوصل لمرحلة انه يبقى في مطة هتلاقوا كمان ان اللون ابتدى يتغير هكون بقى محضارة علبة يا لو بلاستيك بتكون نوع كويس تتحمل الحرارة وادهنها دهنة خفيفة من الزبدة او بايريكس كمان لو متعافر هنزل فيها الجبنة واغطيها وبيتها في التلاجة ليلة كاملة وتاني يوم بقى نبدأ نقطعها بالشكل ده بصوا شكلها ولونها وقوامها عامل ازاي اعملوا بيها سندوتشات ممكن كمان تسيحوها يعني تحطوها في سندوتشات وتسيحوها كده للولاد خطيرة وطعمها حلو وقريب جدا من الجبنة اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت لازم تجربوا الوصفة دي مكوناتها زي ما انتم شفتوا بسيطة جدا يارب بتكونوا الوصفة عجبتكو جربوها وقلولي رأيكم في التعليقات وبالهانا والشيف ترجمة نانسي قنقر